من دقيقة من دقيقة قليلة الحقيقة وطبعا احنا بنعتذر لحضراتكم جدا يعني في البداية لو يعني ما قدرناش قوي نتبالك أنفسنا احنا طبعا إعلاميين وعلينا دور وحضراتكم كمشاهدين دائما بتتوقعوا يعني المهنية على كل ما يقدم على الشاشة لكن بتكون من أصعب الأشياء أنه المذيع ينعي وعلى الهواء مباشرة وفاة أحد الزملاء والأصدقاء بتنعي قناة أكسترا نيوز وبرنامج هذا الصباح وبالنيابة عن كل زملائنا الزميلة والصديقة العزيزة الإعلامية أسماء مصطفى التي وفتها ألمانية منذ قليل بحسب ما أعلن زوجها النائب الدكتور أيمن أبو العلى عضو البرلمان على صفحته منذ قليل أسماء كانت تعاني منذ شهور من المرض عضال وقومة الحقيقة المرض وكانت لآخر لحظات عندها المقدرة أنها تكتب على صفحتها كانت بتبث الأمل لكل الناس وكانت الحقيقة تتحدث عن هذا المرض كما لو أنه صديق يمكن أنه صديق مرحب به ولكنه صديق موجود في حياتها وهي كانت مؤمنة بقضاء الله وقدره جداً وكانت يعني أنا تزاملت مع أسماء فترة الحقيقة منذ سنوات في قناة تن وأشهد الله تعالى أني لم أرى من أسماء إلا كل الخير كانت مبهجة ومتفائلة وكانت مفعمة بالحماس والنشاط رحمة الله تعالى على الزميلة والإعلامية أسماء مصطفى وأسكنها الله تعالى فسيحة جناته اللهم تبتها عند السؤال ويم من كتابها ويسر حسابها وتجاوز عن سيئاتها واجعل اللهم مرضها ومعانتها في ميزان حسنتها يا رب وبارك اللهم في أولادها وصبر زوجها وأهلها وذويها وكل زملائها أنا بعز كل زمائلنا كمال في الكنترول لأن أسماء الحقيقة يعني سنوات طويلة عملت في أكسترا نيوز وكانت سعيدة جدا بعملها في هذه القناة وفي هذا الصباح وأنا عارفة دلوقتي وقع الخبر على كل زملائنا يا همم بقى لله وحده أسماء كانت معنا فترة طويلة اشتغلت معنا سنين طويلة زمناها في هذا الصباح ده حديدا فترة طويلة من الوقت وفي قنات أخرى ما شفناش من أسماء مصطفى ربنا أرحمها إلا كل خير ربنا أرحمها وربنا أصبر زوجها ويبارك في أولادها يا رب ويصبرنا ويصبر جميع زملاء اكسترا نيوز بكل العاملين فيها بتنعي أسماء مصطفى وربنا أرحمها ويعني أنا عايز أقول كثير من الصفات الحميدة في أسماء مصطفى لما اشتغلنا معاها ويزملناها في هذا الصباح وفي القناة بشكل عام وفي قنوات أخرى زي ما منا كانت بتتكلم هي كانت من أكثر الصابرين على المرض اللي أنا شفتهم في حياتي لما سمعت أن عندها مرض خبيب كتبت حتى بوست على الفيسبوك على الأكاونت بتاع الحساب بتاعها على السوشيال ميديا وحمدت ربنا طبعا وكانت بقدر الإمكان بتحاول إنها تصبر نفسها وإنها تصبرنا على البلاء اللي هي كانت فيه خاضت عمليات مختلفة وعمليات عدة بعضها نجح وبعضها للأسف لم يكتب له النجاح في النهاية توفت أسماء مصطفى بعد مرض شديد ربنا يعني يجعله في ميزان حسناتها وربنا يصبرنا ويصبر أهلها ويصبر دويها وربنا يبارك في أولادها أسماء مصطفى كانت حريصة على إنها تشركنا تشرك زملائها دايما وتعزمهم ونا نأكل مع بعض ونتغدى مع بعض كانت اجتماعية من الدرجة الأولى وكانت دايما بتحب الناس بتحب زميلها وكانت حتى بره بره للقناة بره بره الشغل اللي احنا عاديم فيه دايما حتى بنتقابل أو كانوا بيتقابلوا الاعداد مع أسماء مصطفى بره للشغل ودايما فيه علاقة اجتماعية جيدة بين أسماء وبين كل اللي اللي اتعاملوا معها المتابع لأسماء مصطفى واللي كانت بتكتبه في أيامها الأخيرة يلمس مدى المعاناة اللي هي كانت بتعنيها ويلمس أيضا مدى الصبر اللي كانت بتصبره على هذا الابتلاء وهذا البلاء اللي كانت فيه أسماء مصطفى قناة اكترا نيوز بتنعي أسماء مصطفى وبتسأل الله عز وجل أن يرحمها وتغمده برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها ويلهمنا ويلهم أهلها الصبر والسلوان إذن بالدعن لنا وفاة الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى مرة أخرى نسأل الله عز وجل لها الرحمة والمغفرة ونسأل لكل أهلها وذويها الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون